هو السيد المسيح وهو مقيد بأيديه بسلاسل وقف في المحكمة مع رؤساء الكهنة رؤساء الكهنة نعم وواحد عبد من العبيد الموجود يعني بينفذ الرغبات الكهنة بينفذ الرغبات الكهنة اللي هو الأداة جاء الرجل المجنون ده راح ضرب السيد المسيح على وشه السيد المسيح قال كلمة جميلة جدا جدا أنا عملت إيه؟ أنا عملت حاجة رضية عشان تضربني لماذا تضربني؟ إن كنت فعلت يعني إن كنت كتتكلمت رضيا فاشت على رضي قول أنا قلت إيه؟ قول لي أنا قلت إيه؟ الله وإن حسنا فلماذا تضربني؟ أنا بقول هذا الكلام هذه الآية لإخوات المسلمين والشيوخ الجوامع والفتاعة لماذا تضربني؟ أنا عملت إيه؟ أنا حقول الكلام رب السيد المسيح حقوله تاني لماذا تقترني؟ لماذا تضربني؟ لماذا تهجرني من بيتي؟ لماذا ددي علي وتشتمني وتسبني؟ وديت علي أسوأ الدعوات؟ لماذا تعترتني في الطريق؟ لماذا 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 لماذا؟ لماذا؟ أنا عملت حاجة واشاة أنا أسأتي إليك أنا أتعملت معاك بالمثل أنا لم أقتلك لم ألبس حسان ناسف لم أحاول أن أنا أسيرك لم أحاول أخذ وظيفتك لم أحاول أي حاجة من اللي حاجتك أنا معاك بحبك وبخاف عليك وبهتمي بيك لكن أنت بتدوس علي المحبة دي مش خوف المحبة دي قوة قوية جدا اللي يقدر يحب ده إنسان قوي إنسان سماوي مش إنسان أرضي لماذا تضربني؟ لماذا تقترني؟ لماذا تهجرني؟ لماذا لماذا لماذا؟ وأنا بقول أنا بحبك أنا بخاف عليك أنا ما عملتش حاجة فيك وحشة أنا ما عملتش ولا أشياء لا أستحيل أغطر أعمل فيك حاجة وحشة أنا دي اللي بيقول لي لازم أحبك صحي لازم أحبك يعني وتشرط أنا ما قدرتش أخش ملكوت السماوات اللي ربنا بيقول لي عليها إلا أنا ما أحبك أحب أعداءكم ما يكون يعنيكم احسنوا مبغوطيكم صلوا من أجل الذين يسويون عليكم ودي رسائل قدمناها بالفعل أستاذ لطيف لما بنتقابل مع أسر كل الشهد على مر الفترة اللي فاتت كلها ونسألهم توجهوا إيه رسالة للي قتل زويكم ربنا يسمحك إحنا بنحبك وهنصلي من أجل لكن هنفضل نصلي عمل أديب الكلمة أنتو إيه فلاز مصنوعين من فلاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر